أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الأحد عن فتح تحقيق في وقعة الانفجار الذي وقع في مدينة زليتن غرب البلاد وطالبت الحكومة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك المدعي العام العسكري باتخاذ الإجراءات وفتح تحقيق في وقعة الانفجار الذي وقع فجر الجمعة بمنطقة الكادوش وهزت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية اتر انفجار مخزن للذخيرة واستتضار بالروايات حول أسباب الحادث